موليد برج الأسد لازم برضو نعرف للسادة المشاهدين ان مش كلهم بيجتمعوا على سمات شخصية واحدة لا فيه فرق بيبقى فيه أسد واحد من السرطان وفيه أسد اللي هو بيور اللي هو قلب الأسد يعني برج الأسد صر وفيه الأسد اللي هو واحد من العزراء من العزراء صح كده؟ ايو صح التفريق بين التلاتة سريعا طيب احنا لازم نقول كل الأبراج مش برج واحد بس هما بيقسموا لتلاتة أنواع فيه القسم الأول هو بيودع صفات برج بيقول صفات برج يعني الأسد على السرطان هو بيودع صفات برج السرطان وبيسلم على إيه صفات برج الأسد فبالتالي بتبقى برج السرطان متحكم فيه شخصية السرطان والأسد من الشخصات اللي ممكن نقول إيه هيبقى شخصية الأسد وقدها حساس ورومانسي زيادة عن اللزوم هيبقى عنده حس مرهف هيبقى خايف في عامل للناس بتعجرف ده اللي هو أسد سرطان الأسد على سرطان أما الأسد أسد هتلاقي حتى ملامحه مولود أسد يعني الأسد على السرطان مش هتلاقيه فيه ملامح الأسد نظرة العين نظرة رسمة الوش الشعر هتلاقي الصفات الأسد بالشكل موجودة في أسد البيور بيبقى شخصيته قوية جدا أكتر بيبقى عنده قلبه جامد يعني اللي ممكن تتحول لقلبه قاسي غير الأسد السرطان أسد السرطان هتهدي عشان هو مرهى في الأحاسيس هندخل بعد كده عن الأسد العزراء الأسد العزراء بيبقى واحد ما بين الاثنين المظاهر اللي بيحبها برج الأسد ما بين الجدية والأقلانية الشديدة اللي عند برج العزراء فالتنين بيعودوا يحربوا بعض ما بين المظاهر والجدية شخصية بتحب الحق جدا ما بتحبش تقول حاجة باطلة بتحب يقول حق بينصر المظلوم شخصية بيبقى عندها ما عندهش حتى الشخص اللي بيجي تعمل معها بيحسوا أن الشخصية مرحة أكتر من الشخصيات الأسد الأول أو التاني حلو أبي بكده إحنا أعزائنا المشاهدين فرقنا عن مواليد برج الأسد من ثلاث أصناف اللي هو الأسد واخد من السرطان والأسد بيور الأصلي والأسد اللي واخد من العزراء